وينضم إلينا في الستوديو الأستاذ مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بجريدة العربي الجديد أستاذ مصطفى مرحبا بك أهلا أستاذ يعني خسائر هي الأكبر منذ ثورة يناير تفسيرك لهذا الهبوط الكبير بص يا سيد هناك سببان قويان الأول عربي يتعلق بتهاوي أسعار النفط نحن نتحدث الآن عن 58% سعر البرميل بمعنى أنه خفض 50% من قيمته هذا الانخفاض سعر البرميل النفط هذا الانخفاض الحاد سيؤثر بالطبع على دول الخليج هناك انهيارات اليوم في برصات الخليجية سوق دبي على سبيل المثال بيفض 7% ويوم الخميس 7% نحوال 15% هناك انخفاضات في البرصة السعودية البرصة القطرية البرصة الكويتين هذا السبب سيؤثر بشكل مباشر على مصر ليه؟ لأن سيؤثر على الدعم الخليجي لمصر المقدم للسيسي على سبيل المثال الذي وصل حوالي 30 مليار دولار وسيؤثر على مؤتمر المنحين في شرم الشيخ هناك كان حالة ترقب شديدة أو توقعات شديدة أن يضخ المستثمرين الخليجيين مبالغ بالمليارات في المؤتمر القادم السبب الثاني هو محل بحث اليوم وزارة المالية كشفت عن مؤشرات موازنة جديدة اللي هي 15-16 هذه المؤشرات أو هذه الموازنة عندما تنظر فيها بتلحظ حيثين أولا سيتم استمرار ترشيد الدعم للمشتقات النفطية أي أن هناك زيادة أخرى في البنزيم والسولر الأمر الثاني هو زيادة الضريب دولة مؤشرين في منطقة الخطورة أرجو أن تبقى معي أستاذ مصطفى عبد السلام معي الآن للمزيد أيضا من التفاصيل من القاهرة أستاذ حنفي عوض مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أستاذ حنفي أستاذ مصطفى تحدث عن أن هذا التهاوي والهبوط سببه تراجع أسعار النفط في الأسواق الخليجية بالدرجة الأولى هل لديك تفسير آخر لهذا الهبوط في البورصة المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا الكلام صحيح نسبة كبيرة منه بس هناك حاجات قبل كده خلينا نقول أن البورصة طلعت في خلال السنة اللي فاتت أكتر من 100% في حين معدل النمو 2.5% والمشاكل الاقتصادية اللي أعلنت عنها الحكومة كتير قوي من عجز في الموازنة والتفاصيل اللي احنا عارفنا فالمية في المية غير مبررة فكنا نحتاجين أي حدث يحصل عليه يحصل فبالتالي يحدث بناء عليه التصحيح اللي المفروض كان يجب أن يتم من بدري مش من دلوقتي الحدث اللي حصل ذي ما قال له الأستاذ مصطفى وأنا أتفت معاه رقم واحدا في صدق أسعار البطول بأكتر من 40% الحاجة الثانية الحركة اللي عملتها السفارات في النصر ودت إحساس بعدم استقرار وده أمر شيء الحقيقة من السفارات بغض النظر عن أسبابه فجامع الاثنين مع بعض أبدأ طبعا إلى الانحيار اللي احنا شكنا 2% ولا 2 من 10 وخميس وخمسة وشوية النهاردة في سؤال فيما يتعلق بموضوع النفط وتهوي أسعار النفط أليس من المفترض أن انخفاض أسعار النفط ده بيؤثر عندنا احنا بيدلنا فايد خاصة في دعم المحروقات وما إلى ذلك يعني احنا المفروض احنا مستفيدين لا أما احنا عندنا حكتين الجزء الحصة بتاعتنا من البترول احنا بنبيعها هي العامة البترول بتبعها في مقابل لأنها بتشتري الحصة بتاعة اللي بتتباع للدعم وبتاخد الفرق فاحنا عندنا طرفين احنا هنتقصر الصافي لسه ما حسبناهوش قوي لكن لا احنا عندنا طبعا احنا بنصدر وهتلاقي كده في الميزان التجاري احنا بنصدر بترول فهنتقصر بنخفاض أسعاره بشدة وهيأثر ده احنا تقريبا الهيئة العامة البترول بتورد للخزانة العامة أظمنا في حدود 40 مليار 45 مليار فيما يتعلق باستثمارات العرب تحديدا المفروض ان حصة المستثمرين العرب حسب ما اما اعلم يعني لا تزيد عن 10% من البورصة المصرية 15 أو 15 يعني بتالي التأثير مش هيبقى كبير برضو قوي لو ارجعنا السبب للمستثمرين العرب ولا ايه لا ما هي مش للمستثمرين العرب في حاجة اسمها العدوى يعني انت النهاردة لما تلاقي برصة ابو ظابي نزلة 7% وقطر نزلة 5% والسعودية برضو نزلة ارقام قريبة من كده وامريكا يقفلت يوم الجمعة واحد وسبعة من عشر نزول واوروبا تقريبا نزلت 2% ففيه بتبقى حالة اسمها حالة العدوى ان الناس لما بتشوف كده بتقولك انا ابيع حتى بخسارة قريبة او لو كان اسعاره واخد باسعار كويسة يبقى بمكسب قريب افضل من ان انا معرفش اين لها يحصل ومقرار بسيط جدا يبيع فورا تمام اشكرك شكرا جزيلا استاذ حانفي عوض مدير عام شركة وثيقة لتداول الاوراق المالية كنت معنا من القاهرة عودة اذا لأستاذ مصطفى عبدالسان طيب توقع حضرتك في الفترة القادمة هل ستنستمر هذه الانخفاضات وهذا التهاوي ام من المفترض ان خلال الربع العام الاول بيبقى في زيادة خليج بتخسر يوميا حوالي 900 مليون دولار بسبب تهاوي اسعار النفط وبالتالي ميزانيات هذه الدول غير قادرة حاليا على تقديم الدعم المالي لمصر يعني انت حياتك بتسأل طب ليه الاسواء الخليجية هي مش مجرد عدوة بس لا تأثير كمان مباشر على اقتصاد المصر احنا عندنا زي ما قلت الحياتك في مصر بشكل سريع السفارات القلق الامني عندك الموازنة الجديدة بتاعة وزارة المالية اللي بتقول ان فيه ترشيد للنفقات وفيه ضرائب جديدة وعندك فيه سبب تالت متعلق يعني نسيته بس بس خليني ان انا هقول حياتك خلال الفترة القادمة هيحدث هذا التراجع لكن هيستمر التراجع هيستمر التراجع ده لسبب انك انت الاقتصاد المصري قائم دلوقتي على المعاونات الخليجية وبالتالي في هذه الحالة قد لا يلقى هذا الدعم خلال الفترة القادمة خاصة في مجال الاستثمارات الخارجية شكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بجريدة العربي الجديد شكرا جزيلا